السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى معنا نص من النصوص الهامة اللي ممكن تقابلنا فيه سؤال الإجباري في النصوص وهو استعن بالله حديث شريف الحديث الأول بس نشوف كده مخرجات التعلم مخرجات التعلم إن شاء الله أن يكون الطالب قادرا على نمرة واحد أن يعرف من هو عبد الله ابن عباس دي شخصية جديدة علينا طبعا هو من الشخصيات الهامة في تاريخ الأسلام هيتعرف عليه بعد شوية كما يعرف قيمة أن يراعي الله في كل أقواله وأفعيله نمرة اتنين أن يميل الطالب للتوكل على الله والاستعانة به كما يميل للإيمان بالقضاء والقدر نمرة ثلاثة إنه يجيد قراءة الحديث ويقف على الجديد من اللغويات وكمان يعرف يتزوق ما به من جماليات تعالوا كده نبدأ مع بعض حبيبي أول حاجة عندنا الحديث حديث قصير طبعا إحنا عارفين كلمات النبي صلى الله عليه وسلم معقل ودل كثير قليل المفردات كثير المعاني فحديث النبي قصيرة ولكنها تدل على معاني كثيرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحبص احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله علي رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمزي بصوا حبيبي أول حاجة لازم نتعرف عليها هي شخصية الراوي أو شخصية ابن عباس ابن عباس في يوم من الأيام كان يركب خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم على دابته مين هو ابن عباس؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطالب ده عم النبي وابنه عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس عندما كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صغير السن كان غلاما صغيرا طيب عندما كبر عبد الله ابن عباس هل عمل بتلك النصائح التي سوف نعرفها الآن أو التي قالها النبي له هل عمل بها نعم وعاها جيدا حفظها ووعاها وعمل بها لدرجة أنه بعد ذلك أصبح حبر الأمة وترجمان الكرآن أي أن سيدنا عبد الله بن عباس لقب بحبر الأمة حبر الأمة طبعا الحق عليها فتحة حبر الأمة أي عالمها عالم الأمة وترجمان الكرآن أي مفسره يبقى حبر الأمة أي عالمها ترجمان الكرآن أي مفسر للكرآن الكريم فيما بعد عندما كبره طيب الحديث اللي قدامنا ده حبيبي عبارة عن موقف طربوي موقفا طربويا استغل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الغلام الصغير خلفه العقوب هذا الغلام خلفه على الدابة لم يضع النبي الوقت ولكن استغل هذا الوقت في تقديم النصح لهذا الغلام فماذا قال له؟ قال له صلى الله عليه وسلم يا غلام طبعا ده اسلوبني ده الغرض منه التنبيه يا غلام اني اعلمك كلمات النبي صلى الله عليه وسلم هيعلم عبد الله بن عباس كلمات المربي كلمات هنا حبيبي نصائح ونصائح غالية وسمينة لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم طب فما هي هذه النصائح؟ يبقى اذا الكرام اللي احنا هنقوله دلوقتي ده تفصيل لإجمال وهو كلمة كلمات يبقى كلمة كلمات اجمال يأتي بعده تفصيل نمرة واحد احفظ الله يحفظ طيب كيف احفظ الله؟ الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد بأن يكون بجواره دائما يخرجه من الأزمات يستجيب لدعاءه معه في كل المواقف هكذا يحفظ الله عبده فكيف يحفظ العبد ربه؟ هل أنا العبد الضعيف؟ أحفظ ربنا إزاي؟ طبعا أحفظ الله سبحانه وتعالى بإني أطيعه فمن يتق الله يجد له مخرجا أنا لما طيع ربنا سبحانه وتعالى أمتسل لأوامره وأبتعد أتجنب نواهي أطيع الله سبحانه وتعالى فدائما يكون الله سبحانه وتعالى بجانبي دائما لا يترقني وحيدا دائما نقول من يتق الله يجعل له مخرجا فما معنى تقوى الله حبيبي؟ تقوى الله والخوف منه أأتمر بأوامر ربنا أتجنب نواهي ربنا هكذا أنا أحفظ ربي فيحفظني ربي يكون بجواري يخرجني من الأزمات لا يتركني وحيدة وهكذا هذه أول نصيحة تاني نصيحة إذا سألت فاسأل الله إذا طلبت أي شيء فلا أطلبه من العبد الضعيف مثلي أطلب أولا من الله سبحانه وتعالى ثم أأخذ بالأثبات أطلب من الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء اللي أنا بتمنى أطلبه من الله لا أطلبه من العبد فربنا سبحانه وتعالى أو الرسول في هذه النصيحة يجنبنا زل السؤال لإني إذا طلبت من العبد الضعيف مثلي أنا كده أتزلل أما إذا طلبت هذا الطلب من الله سبحانه وتعالى فأنا كده بعبوديتي لله فأنا يعني ببقى في منزل أكبر ببعد عن الزل إذا سألنا أي شيء فلنسأل الله سبحانه وتعالى فهو المجيب فقد قال سبحانه وتعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعين هذه تاني نصيحة حبيب إذا استعانت فاستعن بالله الاستعانة طلب العون طلب المساعدة برضو لا أطلب العون والمساعدة من العبد الضعيف بل أطلبه من الله سبحانه وتعالى تجنبا للمزلة تجنبا للمزلة فأنا بعبوديتي لله سبحانه وتعالى أنا في أعلى مكان إذا كنت عبدا ضعيفا أمام الله سبحانه وتعالى وقويا أمام العبد مثلي مثله فلا أستعن به ولا أطلب منه شيئا فأطلب من الله واستعن بالله سبحانه وتعالى ثم أأخذ بالأسباب يعني أعمل اللي عليها طب النصيحة الثالثة واعلم طبعا النصيحة بدأ بفعل أمر واعلم أن الأمة كلها الأمة كلها لو اجتمعت اتفقوا كل الأمة على أن هم يقدموا للنفع لم ينفعوني إلا بشيء قد كتبه الله ليه يبقى لو اجتمعت الأمة كلها واتفقوا واتحدوا على أن هم ينفعوني مش ينفعوني إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى ولو اجتمعت تلك الأمة واتحدوا كلهم على أن هم يضروا الإنسان مش يضروا إلا بأمر من الله أو بشيء قد كتبه الله على هذا الإنسان ثم ينهي النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بجملة في منتهى البلاغة هذه الجملة تدل على مدى أو الإيمان بالقضاء والقدر ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف أي أن كل شيء عند الله قد كتب وانتهت هذه الكتابة وجفت الصحف أي أن ما قدره الله لنا لابد له أن يقع يبقى لابد أن نؤمن بالقضاء والقدر تعالوا نشوف بقى الرائع بعد ما نشوف اللغويات بتعرف كلمة غلام أي صبي صغير جامع غلام أي يعني لم يبلغ مبلغ الشباب جامعها غلمان وغلمة وأغلمة غلمان أو غلمة أو أغلمة كلمة كلمات هنا المراد بها نصائح وإرشادات طبعا جاءت جامعة للقصرة ونكرة للتعظيم زي ما نشوف في الجمليات دلوقت احفظ الله ده فعله أمر معنى إيه نفذ أوامر وتجنب نواهي يحفظ يعني يرعاك ومضادها يهملك ويضيعك تجد الله تجاهك المقصود بها حبيبي مش أمامك تجاه معنها أمام ولكن المراد بها معك في كل وقت وفي كل مكان سألت أي طلبت العون والمساعدة وعكسها استغنيت واستعنت طلبت المعونة والمضاد استغنيت أيضا بقية المفردات كلمة الأمة معناها الجماعة جماعة من الناس والجامعة أمام اجتمعت اتفقت والمضاد اختلفت وتفرقت كتبه الله لك قدره لك وعكسها تحته يا حبيبي كتبه الله عليك أي قدره عليك بينهما طبعا مقابلة يضروك معناها يؤذوك والمضاد ينفعك رفعت الأقلام أي توقفت عن الكتابة والمراد قدر كل شيء جفت الصحف انتهى أمر التسجيل انتهى أمر التسجيل يا غلام يا غلام احنا اتفقنا حبيبي ان ده اسلوب انتو عارفينه طبعا اسلوب نداء الغرض منه التنبيه طيب وكلمة غلام بتدل على صغر السن صغر السن عبدالله بن عباس وأنه في حاجة إلى النصيحة بسبب قلة الخبرة إني أعلمك كلمات اسلوب إيه؟ اسلوب مؤكد بأن وكلمة كلمات جاءت جمع للقصرة ونكرة للتعظيم طبعا كلمة كلمات احنا اتفقنا ان هي إجمال يأتي بعده تفصيل زي ما نشوف دلوقتي طب ما هي هذه النصائح؟ ما هي هذه الكلمات؟ نمرة واحد احفظ الله هيحفظك ده اسلوب إيه؟ اسلوب أمر غرض النصح والإرشاد يحفظك إعلقتها بما قبلها طبعا نتيجة احفظ الله نتيجة لذلك الله سبحانه وتعالى سيحفظك احفظ الله تجده تجاهك أيضا نتيجة لما قبلها وبتدل على أثر طاعة الله وأثر تقوى الله إذا سألت فاسأل الله إذا دي أداة شرط حبيبي بتفيد التحقيق وهنا في حاجة محزوفة إذا سألت الله شيئا يبقى الحزف هنا المفعول به إذا سألت الله أي شيء يبقى المحزوف هنا كلمة شيئا أنا سألت ربنا مثلا الصحة سألته الرزق يبقى الرزق أو الصحة دي مفعول به يبقى هنا إيجاز بحسف المفعول به ليه؟ للعموم والشمور إذا سألت الله أي شيء أيا كان الشيء اللي سألته سألت الله به يبقى فيها عموم وشمور إذا استعمت نفس الكلام إذا أداة شرط للتحقيق اعلم اسلوب أمر غرض التنبيه أن الأمة اسلوب مؤكد بإن لم ينفعوك إلا بشيء هنا اسلوب فيه لم وفيه إلا يبقى ده اسلوب توكيد آداته إيه؟ آداته النفي بلم والاستثناء بإلا لم ينفعوك إلا بشيء يبقى نفي واستثناء ده اسلوب توكيد على طول طب ينفعوك ويدروك واضح جدا إن بينهما مقابلة أو تضاد بيؤكد ويوضح المعنى لك وعليك بينهما إيه؟ تضاد يؤكد ويوضح المعنى قد كتبه الله لك قد وكتبه قد دي للتحقيق زائد كتبه فعل ماضي اللي اتنين دول مع بعض حبيبي بيدون اسلوب توكيد يبقى قد والفعل الماضي ده اسلوب للتوكيد رفعت الأقلام الفعل هنا مبني للمجهول رفعت الأقلام طبعا ومعروف الفاعل مين هي الملائكة التي تكتب بهذه الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف بنية الفعل المجهول للعلم بالفاعل أمر طبعا من الله سبحانه وتعالى وده تعبير بيدل على أن النفع والضرر بيد الله سبحانه وتعالى وضرورة الإيمان بالقضاء والقدر يبقى رفعت الأقلام وجفت الصحف تعبير يدل على أن النافع والضر هو الله سبحانه وتعالى وكمان لازم نزود عليها ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر ده الشرح اللي احنا سبق حبيبي وقلناه أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم ابن عمه عبد الله بن عباس أدى بالتوكل على الله ويبعده عن زل السؤال فعندما كان ابن عباس راكبا خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم على دابته وجه له نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بعض النصائح الثمينة التي تعد بمثابة دستور حياة يعني قانون هيمشي عليته لحياته ويريد احنا كمان نمشي عليه حديث مهم جدا حبيبي طب هذا الدستور بيضمن لعبد الله بن عباس ولمن عمل به العزة والرفعة والقرامة وهي هذه الكلمات والنصائح افز الله بطاعته واجتناب نواهي حتى يكون الله معنا في كل وقت وفي كل مكان لا نستعن بغير الله لا نطلب العون ولا المساعدة من غير الله أن نتأكد أن النفع والضرر بيد الله وحده أن نؤمن بالإيمان والقدر دي الأربع نقاط اللي الحديث أراد أنه هو يعلمها لنا الرسول أراد أنه يعلمها لعبد الله ولينا من بعده تعالى حبيبي ندخل على الأسئلة الحديث سهل وبسيط وفي نفس الوقت هو مهم جدا لأنه يعني كتير جدا بيقابلنا في سؤال الإجباري بتاع النصوص واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك معنى اجتمعت معنى اجتمعت أي اتفاقت وجمع الأمة الأمم سؤال اللي بعد كده يوضح الحديث موقفا طربويا بين ذلك احنا اتفقنا حبيبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعلم عبد الله بن عباس نصائح مستفيدا بالوقت الذي كان يردفه أو يركب خلفه فعلمه كيف يستعين بالله كيف يحفظ الله إذا سأل فلا يسأل غير الله ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر يبقى عندما كان عبد الله بن عباس غلاما صغيرا يردف النبي أو يركب خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يعلمه أدب التوكل على الله ويجنبه زل السؤال ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم اعلم طبعا سهل حبيبي اعلم دفع الأمر غرضه النصح للشيء يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله وعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك معنى كتبه هل قدره ألقاه منحه رسمه منا معايا يا منا طيب معناها إيه قدره جمع غلام يترغل غلائم غلمان غلوم ماشي يا منا قدره ده السؤال اللي فات بربو عليك هيلة طب جمع غلام طبعا غلمان غلمان الإجابة الثالثة كيف يحفظ العبد ربه احنا اتفقنا وقلنا في الشرح بالامتسال لأوامره والابتعاد أو اجتناب نواهي لماذا نسأل الله وحده لأن الله سبحانه وتعالى هو مجيب الدعاء بيده كل شيء فقد قال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم كما أن الدعاء أو السؤال لله يجنبنا المزلة لأن احنا سألنا إذا سألنا العبد الضعيف كده دخلنا في المزلة وأصابتنا الزل هو التوجه لله سبحانه وتعالى بيكفينا هذه المزلة بيجنبنا هذه المزلة إني أعلمك كلمات دل هذا الاسلوب على بلاغة النبي وضح ذلك أنا هقول كل الجمال اللي في الفقرة دي طبعا هو اسلوب مؤكد بإن وكلمة كلمات جاءت جمعة للكسرة ونكرة للتعظيم والمراد بها نصائح وهي إجمال يأتي بعده تفصيلي احنا كده قلنا كل الجمال اللي موجود في الفقرة دي السؤال اللي بعد كده اكتب من الحديث الشريف ما يدل على المعاني الآتية ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر آخر حتى في آخر فقرة في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف يبقى خلاص نؤمن بقضاء الله وقدره طب لما يقول لنا النفع والضرر بيد الله يبقى واعلم أن الأمة واعلم أن الأمة لحد الآخر لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك شكرا لكم حبيبي أتمنى أن أكون قدرت أوضح لكم الحديث الحديث مهم حديث عايزة تذكر كويس جدا ويا رب هو اللي يجيلكو إجباري لأنه فعلا بسيط وسهل وحتى مذاكرته سهلة جدا أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي أجازة أشوفكم الأسبوع اللي بعد العيد بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته